اليوم ايها الاحباء والاحد الثالث من شهر وطوب المبارك وضروري طالما هو الاحد الثالث بيجي بعد عيد الغطاص فلابد ان الكنيسة توشير الى القديس يحنى المعمدين اول كارز باسم ربنا يسوع المسيح له كل المجد علشان كده بالروح الكدس لو كل المجد فيه خاطر تأملت فيه يعني قلت ما هي عظمة يوحن المعمدين اللي قال عنها ربنا يسوع له كل المجد ليس من بين المولودين للنساء اعظم من يوحن المعمدين كانت الاجابة انه كان اعظم كارز باسم ربنا يسوع له كل المجد كأول كارز له فصل الانجيل للنهاردة ايها الاحباء من بشارة معلمنا يوحن صاح ثلاثة بيقول لنا ان ربنا يسوع له كل المجد بعد العماد وكان ذهب راح يعني الى ارض اليهودية وقاعدوا من هناك وتلميزه ابتدأوا يعمدوا وكان يوحن في الجهة الاخرى في مكان اخر اسمه عين نون بقرب بلد اسمها ساليم في ارض اليهودية برضو ويوحن كمان بيعمد فالناس اليهود بقى حبوا يقعوا بين الاتنين يشوفوا مين اللي هينتصر في النهاية لان فيه تبعين لربنا يسوع له كل المجد وتبعين اخر مع يوحن المعمدين الناس اليهود مش فاهمين ان القديس يحن المعمدين بيعد التلاميذ بتوعه ويسلمهم جاهزين لربنا يسوع المسيح بالايمان به مش فاهمين الحتة دي فراحوا بقى يعملوا ايه اعزين يقعوا بين الطرفين فراح قال يحن المعمدين الحق فاكر اللي انت عمدته في نهر الاردن او خد وظيفتك بيروح يعمد هو وتلاميذه في ارض اليهودية مع ان ربنا يسوع له كل المجد ما عمدش ده تلاميذه اللي كان بيعمده مش هو ومن هنا بقى تتضح امامنا عظمة يوحن المعمدين كاول كارز باسم ربنا يسوع له كل المجد في ايه اولا في حكمته لما قالوله كده هم توقعوا منه انه يغير يبقى عنده غيرة كده ويقولي ازاي ده انا اللي معمده يروح يعمد هو واخد مني كمان الناس ما احنا حيانا كخدام بنعمل كده واحنا كبشر بنفكر الفكر البشري ده ازاي فلان ده يعمل كده هيبقى حسن مني ازاي يعني لا لان ده فكر بشري اما يوحن المعمدين فهو اعظم موليد النساء جاء بفكر الهي جاء بوعد جاء كارز جاء ملاك مبشر الملاك السابق امام ربنا يا صعى المسيح لو كل المجد عشان كده نتعلم منه الحتة دي وقال لهم ايه قال لهم لم يفعل انسان شيء حسن ان لم يكن قد اعطي من فوق ده كويس قوي يا سلام ده شيء جميل وشيء رائع انه هو يروح يعمد كمين الناس ده انا اعمدكم بمقل التوبة اما هو لسته اهلا ان انحني واحل سيور حزائة لان ده اللي اعلمتكم بروح القدس والنار هو ده اللي يعطيكم الميلاد الجديد انا مجرد بديكم بس معمودية لغفران الخطايا للتوبة فقط لكن اما ذاك فيعطيكم الميلاد الجديد اللي وديكم السماء فجاوب عليهم بحكم وقال لهم لانتو زعلانين ليه ده هو جاي من فوق اللي جاي من فوق يتكلم من فوق والذي اتى من الارض فمن الارض يتكلم لهو اعظم من الكل النقطة التانية الجميلة في يوحن المعمدان انه قوي في الحق يعني هو اولا خلى تلاميذه وخلى كل الناس اليهود اللي بيسألوه راحوا ربنا يا سوى لكل المجد باجابة حكيمة لتعبيرات وشه انقبضت ولا ظهر عليها العبث العبث اصد ولا ظهر عليها الضيق الشديد ولا الغيرة النارية ابدا ده فرح روحوا كلكم هناك الحاجة التانية شاهدتوا للحق يوحن المعمدان كان قويا في الحق كان شهاب حد كان شهاب الوجوه ولا حتى هيرودس الملك هو افكر كمان في شهابته الحق بحكمة قال ايستطيع الانسان المشهود له من الجميع ان يسقط يعني حسنا الانسان المشهود له من الجميع انه يسقط يعني يبقى انسان في الدنو تحت لا يظل الانسان العظيم عظيما بالحق فسأموت شهيد الحق وبالفعل مات القديس يحن المعمدان شهيدا للحق ولا يهاب انسان هناخد برضو درس منها دي احيانا كتيرا احنا بنأكذ بالوجوه يعني انا مقدرش انا عرف ان انسان ده غلطان ومقدرش اقول له انت غلطان علشان ما يزعلش مني لانا قلت له انت غلطان هيزعل مني وقطعني لأنا عايزه عايز محبته وعايز علاقتي بيت تكون طيبة مش هقدر اقول له انت غلطان ابقى غلطان لما اعمل كده لكن ابقى غلطان ايضا لما يكون فج في الحق فج في الحق يعني ايه يعني اسف جدا يعني ما فيش حدود خرقت خارج الحدود عن الادب واللياقة وانا بقول الحق ده يبقى الحق بتاعي سقط اصبحت انا المدان لكن ينبجي ان الانسان يقول الحق في ادب والزوء رفيع زي القديس يحن المعمدان كان صوت صارخ في البرية شهيد للحق صحيح لكن كان مؤدب جدا مهذب جدا يوسيفوس المؤرخ اليهودي قال عن يحن المعمدان انه كان صوته صارخ في الحق لكن كان لين يعني صوته لين هادئ من زي ما احنا بنشوفه في الافلان كده جايبين واحد شكله متشرد وصوته ومجحر للناس بعينيه كده وفات العضلات لا 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 قديس يحن المعمدان كان زي الملاك بالزبط صوته صارخ في الحق لكن كان وديع وهادئ ولكن لا يهب انسان وشه بشوش لكن يقول لي فلان ده يا هيرودس خلي بالك لا يحق لك ان تأخذ زوجة اخيك زوجته لك في منتقى البشاشة والزوء الله يحق لك لكن مثلا ما 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 اكلمش بفوق الحد يعني خارج حدود الادب بالعكس اتكلم بكل هدوء وكل ورع حاسبا في نفسه اذا كان هي هيعيش كم يوم ويفضي حياته بانه يتغاضى عن الحق ويعيش كم يوم كده لا هو رجع لكده قال ايه طب انا هعيش كم يوم زيادة وبعدين هموت ماذا استفدت استفدت خاطية وفي نفس الوقت هيكتب في التاريخ ان انا كان عندي خنوع ضد الحق من اجل اني اعيش كم يوم على الارض الزائلة يا ليتنا نتعلم ايها الاحباء من القديس يوحن المعمدان في حاجتين الحكمة في الكلام وفي التصرف وايضا الحكمة في ان احنا نقول الحق اوعى تكذب لا خلي عندك الصدق والحق لكن استخدم الصدق والحق باسلوب مهذب جدا تكسب به الناس مش تخسر به الناس اخر حاجة بيقول انها ينبجي ان ذاك يزيد على ربنا يا سولة وكل المجد واني انا انقص فاحنا بنعتبر ان ده اتضاع من يوحن المعمدان انا بعتبره مش اتضاع ابدا ضعط الحق لصاحب الحق لانه وهو بيعمد ربنا يا سولة وكل المجد هو الروح القدس اللي اشار ليه ان هذا هو ابن الله فالعظمة لله وحده فلما يقول انا لست اهلا ان احلس يرحي زائه فهو محق يعني عنده حق في ذلك ليس اتضاعا ولكن هو شهد للحق واعطى الحق للرب واعطى العظمة للرب زي ما هي يعني بجي ان ذاك يزيد واني انا انقص ياريتنا احنا برضو نستفيد هذا الدرس منه ان احنا كده نتعامل مع بعض بهذا الاسلوب يعني باجي ان حضرتك تزيد واني انا انقص مش مهم انا خدام ليك انا خدام ليك كل انسان يقول للاخر ودي مسيحيتنا العظيمة الحقيقية ان كل انسان يفكر فيما للاخر مش فيما لنفسي انا مفكرش في نفسي افكر فيك انت مش عام نفسي انا بتكلم من الكلام ده يعني بصفة الغائب ان كل واحد فينا يفكر في التاني كده انا مفكرش في نفسي انا افكر فيك انت هي دي المسيحية ما اخدمش نفسي اخدمك انت انت ثم انا اخر الكل زي ما القديس بوليس الرسول بيقول انا اخر الكل انا مثل الصد ربنا ياسوه يبارك حياتنا ليلانا كل مجدوة وكرامة من الان ولا الابد